السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن معلومات مهمة عن ممارسة العلاقة الحميمة في الشهر السابع من الحمل من المعلومات المغلوطة التي تصدقها العديد من النساء أن ممارسة العلاقة الحميمة أثناء الشهر السابع من الحمل تضر بصحة الجنين لكن الأمر ليس كذلك فالعديد من الأطباء ينصحون بعدم ممارسة الجنس خلال الفترة الأولى من الحمل لكن في الشهر السابع فإن ممارسة الجماع لا تضر بصحة الجنين إطلاقا من المعلومات المغلوطة أيضا أن ممارسة الجماع في الشهر السابع تؤدي إلى وصول العضو الزكري إلى الجنين مما يعمل على إلحاق الضرر به وعلميا هذه المعلومة مغلوطة تماما وإمكانية حدثها مستحيلة من أهم الأشياء التي تحمل الجنين أثناء ممارسة العلاقة الحميمة أنه محاط بمجموعة من السوائل التي تمنع وصول أي مواد أو أجسام مضرة إليه مما يعمل على حمايته تماما الحالة الوحيدة التي يمنع فيها ممارسة الجماع في الشهر السابع هو تعرض المرأة الحامل للنزيف وفي هذه الحالة يتم التوقف عن ممارسة الجماع فورا أيضا من الحالات التي يجب فيها عدم ممارسة الجماع هي تعرض المرأة لحالة الولادة المبكرة مسبقا أو تعرضها للإجهاد المتكرر في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو عجبكم يريد تدعموا لك وكومنتو تشاريوا فيديو مع أصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ شكرا شكرا